هلأ يا حال دقة تقارب الساعة الآن الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا هالة الحمال شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير الداخلية محمود توفيق صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولاتها وكفاءتها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية حيث انتقلت بالفعل أكثر من مئة جهة حكومية منها ثلاثون وزارة بأعداد تصل إلى أربعين ألفا من الموظفين والعاملين كما اطلع الرئيس السيسي على تطورات الأعمال في مختلف مكونات العاصمة وكذلك تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية فضلا عن الدور المجتمعي للشركة خاصة في ظل المبادرة الرئاسية لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية انطلقت أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لسياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين النظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي وذلك للصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار ومن ثم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأتي ذلك من أجل التوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي أو بل ورط التمايز بين أي مشروعات متنوعة أعلن وزير الزراع واستصلاح الأراضي الصيد القصير أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنصيق مع البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وقال وزير الزراع أنه خلال الـ 14 من يوليو الجاري وحتى التاسع عشر من يوليو الجاري تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول السوية بحوالي 92 مليون دولار وأضاف الصيد القصير أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول السوية بقيمة حوالي 41 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار أكد الرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دور مصر المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه ولسيما في جهود تحقيق الوحدة الوطنية من خلال استضافة القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى رؤية وطنية شاملة وتعزيز الصف الفلسطيني جاء ذلك خلال اجتماع أشتية مع السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان لبحث التطورات السياسية والميدانية في الساحة الفلسطينية وتناول اللقاء متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني ووفد وزري إلى القاهرة وخاصة تعميق العلاقات التجارية وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى افتتاح معاهد أزهرية في فلسطين وزيارة وفد رجال الأعمال المصريين إلى فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار من جهته أكد السفير سليمان استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني قال مفاوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فويتشوفسكي إن التكتل مستعد لتصدير جميع السلع الزراعية الأوكرانية تقريبا عبر ممرات التضامن وأضاف فويتشوفسكي إن 60% من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن لنما مر 40% عبر البحر الأسود قبل انتحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من الأمم المتحدة قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كافن مكارثي إن المجلس يسير على طريق واضح لمتابعة قضية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وأشار مكارثي إلى مزاعم فساد مرتبطة بالمعاملات التجارية الخارجية الخاصة بنجله هانتر بايدن مضيفا أن القضية ترتقي إلى مستوى تحقيق المسائلة وسيتم رفعه للتحقيق بالطريقة التي يخولها الدستور قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يتوقع العمل بشكل جيد مع وزير الخارجية الصيني الجديد وانجي في أعقاب أعفاء سلفه تشينج جانج من منصبه وأضاف بلينكين أنه عرف وانجي على مدى عقد والتقى به بشكل متكرر مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتمكن من العمل معه بشكل جيد كما فعل في الماضي ورياضيا يحل الأهل اليوم ضيفا على المصر البورسعيدي على استاذ بورج العرب في الجولة الثلاثين من الدور الممتاز وتوجه الأهل بلقب الدوري قبل خمس جولات من نهاية مبارياته حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بينما يأتي المصري في المركز الخامسي برصيد 47 نقطة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل